اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أشعر بأكزاز أن نكون في بيت من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن أكون مع صفوة المجتمع النسلمي في هذه الديام أنتم تشكلون هذه الصفوة أنتم تأتون إلى المسجد تأتون للصلاح الفرد يقيما لأن كل واحد مننا رغمته أن يصفو وأن يستقيل وأن يكون محل بغاربه وأن يتهيأ لي أن يكون له مقام أزنى عند نقوف بين يديه تعالى لكن كذلك اهتمامنا بواقع أمتنا يجعل من الذين يرتدون من المسجد أن أقرب إلى دراسة واقع الأمة وفهم أحوالها نأتي للمسجد لا لنستمع خطمة ثم نرجع إلى بيوتنا وإنما نأتي لنتدارس واقع الأمة وأعلم أن واقع الأمة يصيبنا بألم شديد أولا لأن ماضينا كان ماضيا أفضل من حاضر الأمة تتقدم ونحن تأخر وتأخرنا بالنسبة لماضينا لم نتأخر بالنسبة لغير إلى الآن هذا باب ثاني ولما نحن تأخرنا بالنسبة لماضينا لأن أمتنا كانت في مظهر ومظاهر العظم علما ومعرفة وثقافة ثم عملا وسلوكا كان فيها عجل واستقامة وكان فيها منكر كان فيها عصاة كان فيها منذبون لكن الشكل الذي قامت عليه الأمة شكل أمكن لو أن ينتفع بالصادشين في المجتمع وأصبح كل الإنسان قادر على أن يبني قيام الأمة والقيان تعلمون أنه من بحثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الدولة الأموية أمل أمد قريب ستون سنة تقريبا قامت الدولة وأصبحت الدولة عديدة وقوية وفي القرن الأوائل القرن الثاني 120 قامت دولة عظيمة تسمى الدولة العباسية وهذه الدولة أمكن لها أن تبسط نفوذها على جزء من العالم وأن يزوى فيها العلم والعلماء وتوجد فيها المعاهد والكليات والطرقات والقناطر والكبريات والمستشفيات ومعاهد العلم والمعرفة وأن تتوجد المال في الأمة فيقضى على الفقر ويصبح الناس كل يعملون هذا مشهد نقرحه في التاريخ وإذا المشهد عندما نقرحه نصاب بخيمة أمل عندما نرى أنفسنا مشدتين فائعين ونرى الأمة تكثر عددها ولكن تكثر مصائبها ونرى الأمة اليوم في مفترق طرقات غيرها من الأمة مع أقوامنا نحن متخلفون بالنسبة للأمة الإسلامي سابقا لكن نتخلفنا بالنسبة لغير من الأمة واضح ظاهر يرى أبنائنا أبنائنا لا يلبسون إلا ما يصنع غيرنا نركب سيارات يصنعها غيرنا نستعمل هواتف يصنعها غيرنا ندخل إلى بيوتنا مؤثثة مئة بالمئة من صلاحة غيرنا غيرنا هو يبني الطرقات غيرنا يبني مطاراتنا يبني موانينا يبني مستشفياتنا يبني كلياتنا معاهدنا مدارسنا يبيعنا السلاح لندافع عن أنفسنا يبيعنا الملعقة لنأكل بها طعامنا يبيعنا المشرة لنتولى مدوات المريض وقيامة بالعملية الجراحية يبيعنا حبة الدواء عندما نسيبنا مرض في رؤوسنا فنطرق باب غيرنا غيرنا نأخذ من أحبة دواء لندمي بها رأسنا ساعتنا من عندها نظاراتنا من لديه أحياتنا هم الذين يصنعونها ما الذي بقي لنا في الكون؟ ماذا نفعل نحن في الكون؟ نحن أمة تأكل وتشرب فقط نأكل نستهلك نتوالد يكثر عددنا أصبحنا مليار وسبعمائة مليون ننتظر عندما نصبح مليارين لنحتفي بالمليارين مليارين يتابعين لغيرنا وقولنا يصنعون غيرنا ليه إشهد؟ ما الذي وقعه؟ ما الذي حصله؟ الذي حصل يا أبنائي مرحلة طويلة من الزمن أرمنا بها خمسة كرون تقريبا هي مرحلة انحطاط عندما عطلنا نظرنا وفكرنا وتصورنا عندما نخلقنا لنصلي ونحكل ونشرب دخلنا المساجن غيره يبني ونحن لا نفهم غيره يحترع ونحن لا نفهم وقبلنا بعد ذلك بجيوش يدخلون عربينا يحتلوننا خيراتنا إمكانياتنا استولوا عليها ناظر آباؤنا وأجدادنا لاسترجاع خرياتنا استرجعنا خرياتنا وكنا نتصور إذا ذهب المستعبر فيذهب معه الفقر والعاد والتخلف لكن ذهب المستعبر وبقي العاد والفقر والتخلف لأن العاد والفقر والتخلف جاء قبل المستعبر ولم يأتي مع المستعبر والمستعبر لم يأتي إلا لكوننا متخدفين لأننا لو كنا متقدمين ما تجرأ علينا المستعبر ودخل أراضينا جاءنا بعد ذلك الاستبدال كثير مننا يعلم الذين يقارنون بين وقعهم في دياري الأصلية وكيف فروا من دياري أو لم يجدوا خبزا ولا طعامة فخرجوا ليتعلموا أو ليأكلوا ويشرقوا أو ليطلبوا اللجوء أو يطلبوا الأمن رحنا إلى الغرب الذي كان يستعملنا قلنا لهو الله حكمكم أفضل من حكمنا عجلكم أفضل من عجلنا وأتيناهم ليحمونا وحفونا ونحن نعيش بين ظهرانهم بل جزء منه أصبح مواطنين فيه هذا الوضع هو الذي يجيش في خلدي كل واحد منكم الحاضرين الكبار مثلي لكن الشباب الذين هم أبنائي وأبناء وأبنائي هم الذين يحسون بالضيب الآن ما الذي ستفعله أبنائي أنا أخطبكم لأنكم نخبع أنا لم أتي إلى خمارة ولم أتي إلى نزل ينقص فيه الشباب والفتيان لأكلمة في هذه القضية لأنهم لا يهتمون لا يهمون لكن أنتم تهتمون أنتم لكم اهتمام وأنتم لكم رغبة في أن تفعلوا شيئا أقول لكم أنتم قادرون على أن تفعلوا شيئا أنتم في بلد لا تضامون فيه خرية ولا يعتنى فيه على كيابكم صحيح؟ بعض الناس يكرهونكم كعادة الذي يكره ويحبه والبشر يكرهونه ويحبونه ونحن من البشر الذين يكرهونه ويحبونه ولا يضرنا أن يكرهنا بعض المياس لكن نحن قادرون على أن ننظم أنفسنا في هذا البلد الذي استقبالنا ويجعلنا جزءا منه لأننا نحن جزء منه يقينا نحن جزء من هذا البلد فيكم من يحمل جنسية أمريكية والطبقة الجيل الثاني والثالث اليوم مولدت في أمريكا وتعتز بأنها أمريكية ونحن نشجر على اعتزازها ونعتبر أن وجودكم بحضارتين وثقافتين وخلفيتين وفكريتين يؤهلكم أن تكونوا أحسن من غيركم لأن أهل البلد الأولين لهم ثقافة واحدة لكن أنتم لكم ثقافتان أنتم أتيتم بثقافتكم وفكركم من بلدانكم مصرية من دينكم من عربتكم أو من إسلامكم حتى الذين غير عرب أتبهي بالإسلام ولكنكم تعلمتم ثقافة البلد وفكرة البلد وتعلمون ما الذي يحصل فيه فأنتم أكثر من غيركم على أن تقيموا ذلك الحوار النافع الذي يلقح الحوار النافع الذي يجعلنا نتقدم هذه الأمة تحتاج إلى عقل ناقد تحتاج إلى أن تفهم بأنها ما دامت لم تحرق عقلها لم تطلب المعرفة فهي أمة متخذفة المعرفة هي أساس التكوين المعرفة هي السبب الذي فضل الله به آدم على الملائكة وقال ربك الملائكة إذن جاهلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الضماء ونحن نسفع بحمدك ونقدس ونبي سوالهام عنده لحق الملائكة شايف الرجل هذا من صنعته أنه على مصروح على غير صنعتهم ومصنعهم النوم ومصروح من طين وفيه نفخة الرغم قالوا هذا النبي تصفاه من طين يا أحيط إيش مش يكون هذا بسم الله الرحمن الرحيم يسفك الدماء ويقتل سألوا فاح فقالت أني أعلم ما لا تعلمون وعلم هذا ما تسمعها كلها تفضيله قال ففضته لأنه يعلم لأنه صاحب معرفة مترقية المعرفة عنده تراكم درجة بدرجة والعلم عنده يكتسب ولكنه دائماً وأبداً يطلب فهي معرفة دائماً هذا الإنسان هو مشروع المعرفة الإنسان هو معرفة وإلا لا يكون أمساناً الجاهل يقارب أن يكون حيواناً لأن الله مليزاً حيواناً على الإنسان بأن الإنسان عارف عارف عنه معرفة ومعرفته متطورة بينما بقيت الكائنات لا تتطور في معرفتها إذا كنا ندرك ذلك فنحن أمم مطلوب منها أن تعرف ما الذي لعرف لأننا نعرف ديننا ما الذي يطلب منه وعمر بصير واحد أحد خلق البشر سواسية كلهم متساعدون أمامه لا يتفاضلون إلا في الإيمان والعبد الصالح هذه عقيدة المسلمين ونحن لا نتفاضل معهم من البشر إلا بالعبد الصالح الذي هو أكثر صلاحاً هو أقرم إلى الله تعالى بيظل هذه القضية ساهلة جداً لكن الذي ينقصنا معرفته هو معرفة واقعنا معرفة حياتنا معرفة مطبات الحياة كيف نتلقى نحن أمنا مطلوب منها اليوم أن تأخذ بأسباب المعرفة الحياتية مطلوب منها أن نعرف كيف نطوع حياتنا لتكون الحياة التي أرادها الله لنا حياة الهماع والاستقرار والسعادة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهن وابتدون كيف نحقق العمل والهداية العمل والهداية لا يتحققان إلا إذا أدركنا كيف يمكن أن نقيم المجتمع ونتعامل وكيف نكون المصلحين وكيف نكون ننتظمين يا أخواتي اسمحوا لي أن أقول بأن أبسط بصائط السنوم المشري نحن المسلمين لا نعرفها أعجب نعم يعني زوروا الآن نتكلم ولا ما نتكلمش نتكلم 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 روح محماماتنا في مساجدنا في الأماكن العامة الذين ارتدوا أن نحن المسلمين ونغر حمامات غيرنا عندما في محطة قطار أو محطة طائرات أو محطة حافلات وقارنوا بين حمامنا نحن وحمامهم تعرفون النتيجة لا أتكلم إيش معنى هذا؟ نحن أكثر وساخة منه؟ نحن نأكل ونرمي بالطريق نحن لن نحتلم النظام هذه تقولي بسيطة من بصايت إيش معنى أنت جاي تكلمنا عن نظامها؟ يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال الناشئ إن الإيمانة بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأداها إيماطة أذى من الطريق إيماطة أذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان الذي يفقدها فقد شعبة من شعب الإيمان كيف؟ طويلة جداً وأكبرتهم فقال لي في روح المسجد قال لي شفت اللي جباحاً هناك هذا اللي عنده نحية طويلة أطول منه نعم قال لي هذا سرقني في عشر آلاف أور فين؟ قال لي سوينا مشروعاً اقتصادياً مع بعض أمدني بالحساب السنة الأولى وبعدها تنعم الداني بالحساب وأكل رأس المالي والأرباح طيب قال لي كيف تكلمه يا؟ أنا نحيتي لا تسمعوني بأنني تكلم إلا إذا اتغرتني أربع سنوات وطيل اللحية ولا أستطيع أن يكلمه ولا أستطيع أن أقب أمامك لأن هذا يكرثني بلحيتي فتبينت أن القضية أننا غير قادرين على أن نقيم مشروعاً اقتصادياً ثنائياً ينطلق من المسجد عجب في المسجد لن نستطيع أن نأتي بالإيمان العملي الذي يجعلنا نصدق في تجارتنا عملي لن نستطيع أن نفعل ذلك كيف؟ كيف؟ هذه الأمة اليوم تحتاج إلى عقل جديد يفهمها وأن القيم لجابها الإسلام ليست قيمة دعائية وإنما قيمة عملية تطبيقية الصحابة الذين ما تحدثوا عنه والذي كان بعضهم يقتلوا ابنانه كما عمرهم الخطاب الذي كان يعبدوا صخرةً ويعبدوا حيواناً ويعبدوا حجراً هؤلاء عندما غيروا رسول صلى الله عليه وسلم غير فيهم مفهوم القيم حتى تتحولوا إلى واقع أصبح الإسلام بالنسبة إليهم عيشاً يعاج أصبح كرامة أصبح أعزة وهؤلاء بدلوا كل جهدهم أنفقوا كل مالهم أنفقوا مال لديهم لعيش أنا وأنت مسلمين يعني كيف وصلتكم للإسلام أنتم؟ كيف؟ كيف وصلنا نحن في شمال أفريقيا الإسلام؟ ناس خرجوا من المدينة المنورة خرجوا على نية الموت ثلاثة يتعاقبون على بغض أو على حصان أو على جبل وتركوا أزواجهم وأبناهم وتركوا الدنيا وخرجوا في سبيل تبليغ رسالة ليقولوا للناس من لا نريد أن الناس يموتون على الشرك نريد أن يموت الناس على التوحيد وضحوا في سبيل القضية وعاشوا من أجلها وبذلك وصلنا للإسلام وتعاقب فينا إذا إحنا اليوم لا نفكر في مفعدة في بلد كهذا أن نصبح القوة يعني أن نكتسم المعرفة نحن نتخذنا هذا المجتمع لنكون عاملين فيه عاملنا الأعمال الخسيسة كنا حمالين وكنا منظفين حتى أن نتمكن من المال وأوائلنا لم يكونوا أصحاب رأي ولا فكر ولا ثقافة لكن اليوم فتحت أمامنا أبواب الدراسة نحن مطلوبين أن يكون أبنائنا أحسن منا وأن نرقي أبنائنا أن يكونوا صحي أصحاب رأي وفكر في هذا المجتمع وأن لن نتوخذ سلامة التي تقتضيها أن اختصلي وتروح البيت ولا تخالط المجتمع نحن في المجتمع الذي يفعله نفسه علينا بتنفذته بوسائل اتصاله باتخاباته بدعايته المجتمع يدخل إلى ميوننا نحن إذا أردنا أن نحمينا أنفسنا من النحص الذي في بعض هذا المجتمع فعلينا أن نستوعبه وأن ندخل إليه نحن ينبغي أن يدخل أبنائنا الجامعات ويدخل المؤسسات ويصبحون قادرين على أن يكونوا سفراء وأن يكونوا يزراء ومديرين عامين في الشركات وأصحاب قرار ومستشارين اقتصاديين ومستشارين ثقافيين وإعلاميين يتكلمون في التلفزيون وإعلاميين يخاطبون الناس من خلال الجرائد إذا وصلنا إلى ذلك أصبحنا متساوين مع غيرنا في الكفاءة والقدرة وسيكون منا من يقود هذا البلد لا محالة وسيصبح منا من هو رئيس هذا البلد لأن هذا البلد مفتوح على أصحاب الكفاءة الذين يسلدهم جماعات القوة وأنتم إذا تريدون أن تصبحوا أصحاب كلمة فعليكم أن تؤسسوا لمنافذ قوة من خلالها تتحركون والذي محددكم فيه ليس سياستاً أنا لم أقول لكم أدخلوا إلى الحزب الفلاني أو الفلاني هذا دين الدين جاءكم لتصبحوا معترفاً بكم دين نعم أضرب أنا واحد يجمع سياسة أرسلك اللي تعطي لدي دحية السياسة فأنا أقول لأبنائي أنا الذي أطمع إليه أنا كبير سن تجاوزت الحدود ما عايش عندي مطار لقد عايدي فيه نفسي شي نفسي أن الهم هذه جديرة بأن نكون أحسن من ناهي عليه اليوم حزنها وصلاحها لن يكون في يوم الوليلة سنحتاجوا إلى جون لكن ابدأوا يا أبنائي أنتم اليوم أحسن من المسلمين قبل عشرين سنة لكن ستكونوا أحسن بعد عشرين سنة لو كل واحد من المسلمين كم أسرة في هذا البلد؟ ألاف المسلمين لو كل أسرة تعطي أبناء من أبنائها للدراسة في ميدان المحدد يكون في الاقتصال أو في التسيير الاجتماعي أو في الثقافي أو في البحث العلمي أو في السياسي أو في أي ميدان تخصصه وتتابعه حتى يصبح في ميدانه مرجعية حتى يصبح صاحب قرار ستكونون إذا كنتم عشرين ألف أسرة سيكون هذا عشرين ألف أسرة يعني مئة ألف مواطنة لو عشرين ألف أسرة تعطي واحدة من كل أسرات بعد خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين أسرة سيكون هنا عشرين ألف مسؤول في هذا البلد قادرين على أن يبرزوا أن الإسلام ليس دروش أدنه وأن الإسلام عمل صحيح وعمل إيجابي لصالح بلدكم هذا ولصالح أنفوزكم ولصالح إيديتكم ولصالح مستقبلكم نحن نحتاج أن لا نرضى بواقعنا السيئة هذا الواقع الذي يريدنا ولذلك أن تأتوا للمسجد يا أخواني هذا طيب أن تدعوا هذا طيب لكن لا أريد أن يكون ذهابنا المسجد لنجد أن ينفسنا متكأ أن ننتكئ عليه وكأنه عصاء ننتكئ عليها حتى لا نطالب بعمل شيء فنقول نحن فوضنا الأمر إلى الله رحنا المسجد وخذينا كل واحد طلب عند الله تعالى قلنا الإمام ادعينا فصعد الإمام في كل ممبر وقال الله منصر إسلام المسلم إذن مهمتنا انتهد وعندما نخرج من المسجد كل واحد يقول ثاني قلوا يا أخي ادعيي فرعنا ادعيي يعني أنا مش عامل شيء مفتك التساوي لبن رح شوف طريق مع ربي قلوا كيف يسوي الأمور وعلى كل حال إذا ما أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعدة وإنها تنقضي أبنائي أنا في تصوري أن فيه فيه اليوم إرهاصات لوعي جديد في المنمى وأنتم قادرون على تشكيله أطلب منكم أن تخرجوا بالوعي لفهم الواقع افهموا بالذي يحصل في العالم هذا البلد لم يبنى إلا بالكفاءات المتراكمة من الذين وفدوا عليه من بلاد مختلفة وكل أعطى أحسن مهنده وهذا الملد قبل الناس جميعاً ويأخذ أحسن مهند الناس ليصنع منه ما ترون اليوم أيكونون هم قادرين على أن يصنعوا ونحن نتفرج إذن أبنائي هذه الكلمة الأولى أردتها لكم الكلمة الثانية أن نحن المسلمين وراءنا مشاكل جدنا بها من ملادنا عند قضايا متعددة وتعلمون من الذي يحصل في بلادنا وأني كأنها أذهلتنا أو غطت علينا مسؤولية نحونا وأصبحنا لا نرى أنفسنا قادرين على أن نصبح وحدة من تكاملة نحن إلى حد الآن نجتمع حسب العنفر الوطني أو حسب الجهان فالمصري ممكن يتآلف مع السوري والتونسي ممكن يتآلف مع المغرب أو الجزائي لكن لا يتآلف مع السريلنكي ولا يرى الباكستاني ولا يتصل بالهندي ولا يتصل بالأسود الأمليكي الذي هو محل اهتمامنا الأول السوري الأمليكيين 25% منهم كانوا مسلمين في أجدادهم وأولئي نسيهم المجتمع يعيشون الفقر والخصاصة والسكن والعربدة والمخدرات من لها الملاء غيرنا؟ نحن مطالبون بهم نحن مسؤولون عنهم نحن نفتح هذا لعدنا لنحتضن هؤلاء لأن الإسلام احتضن الفقراء ست سنوات والنبي يجمع معه أفقر الناس وصلوا 39 نفر فيهم من كان لا يملك خطاء لعورته المغلبة فإذا جنس غطى نفسه بيديه وفخذيه فإنها نحن وهو مع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يملك أن يغطي عورته المغلبة وكان لا يقف إلا ليلا فالظلام ليقضي معنى حاجاته لأنه لا يبقى ما يشترونه نفسه الإسلام قبله لأن الإسلام جاء لهؤلاء أيضا فنحن نحتاج أن ننفتح على هذا المجتمع المنسي وأنهم تعرفونه ولكن أتوقع أن أجد شطر المسجد الملونين من السود فوجهتكم الحمد لله كلكم أبيض مني وأنا مبارك طيب وأنا نست اللون الأبيض ضد اللون الأبيض لكن أقول اللون الأبيض إذا لم يكن معه الملونون كأننا لم نفعل شيئا من النذيف عالم الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أهل الضحف وأهل الحاجات وأهل الضحف وأهل الحاجات بركة لنا بلهم جزء من مشروعنا مشروعنا ليس أن كل الناس قولوا لا إلى الله فقط مشروعنا أن نقف إلى جانب الفقير والمظلوم والمطهد لأن أول ما نزل القرآن ورجع رسوله يرجف فؤاده إلى خديجة وكان قد لقى شيئا جديدا عظيما لا يعرفه من قبل ضمه إليه الملك وضمه إليه حتى لأخذت منه الجهد مرة أولا مرة ثانية مرة ثانية فقالوا اقرق على ما نبي قال قال أقرق باسم ربك الذي خلق رجول شعر رسول شعر بشعرينة وبرد وسخونة ورجع إلى بيتي يرجف فؤاده وزمني لوني وعنبك يا بني تحت الغطاء آه قتل خديجة آه الله ما يفسيك ربك أبدا إيه منصور ليه لأنك تقول إلى الله ليه قاتل لأنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الحق صفات اجتماعية دينك هو دين رحمة الفقراء والمساكين ولذلك القرآن الأول عندما نزل أشكال يقول للرسول قال فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت يا ربك محدد فأما من أعطاه وانتقى وصدق بالحسنة فزن يسيره اليسرى وأما من مخذ وستقنى وكذب بالحسنة فزن يسيره للحسرى وما يغنعه باله إذا ترد أرأيت أنهم يكذبوا بالدين فذلك الذي يعدوه اليتيم ولا يحضوا على طعام مسكين فويلوا للوصلين الذين هم عن صلاة مساءون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون اسمعوا يا أبنائي الدين في القرآن المكي كان دين إيمان ودين عمل اجتماعي تقرب من الناس ولذلك لا تنسوا أن دينكم هو الفقراء والمسكين بعضنا يفرح عندما يدفع خمسة دولار لمسكين فيكفيه مؤونة جزء من طعامه في يومه لكن نحن مطالبون بأنه لا أبنى له المؤسسات التي تشغلهم أن لا نجعل منه فقراء داهمين يمدون أيديهم هذه القضية الثانية القضية الثانية التي أختم عليها ونحن لم نتجاوز المع ساعة قالوا الساعة هو ها هاي لسبعة دقائق ما لدينا القضية الثالثة يا إخواني الكرام النصر والتمكين والعزل والمجل التغيير الإصلاح رهين وقتين ما فيش قضية في العالم تتم بسرعة وأصعب الأشياء هو تغيير عقول المشر أتعلمون أن النبي القضى في قومه كم؟ تسعمية وخمسين سنة تسعمية وخمسين سنة لينعوه إلا الله وما آمن معه إلا قليل نوع يبقى في قومه تسعمية وخمسين سنة ما آمن معه إلا قليل إيش معنا؟ معناها أن النبي فاشل؟ لا هذا من قل العزل من الوسم الخامس في قل العزل من الوسم ألم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث النبي ومعه الرجل والرجلات ويبعث النبي ولا أحد معه يبعث النبي ما فيش واحد معه أليس نبيانه؟ هو نبي القضية هو أننا نستعجل ولكننا كن قوم تعجلون قال الرسول ولكننا كن قوم تعجلون إحنا مطلوبنا أن لا نعجل إيش معنا نعجل؟ أن نفهم أن التغيير هو إعادة تركيب وإعادة بناء وهذا يحتاج إلى دقتين ويحتاج إلى أمر الإتقان والإخلاص نحن القضية المطلوب منها أن نتقن عملنا والإتقان هو عمل متخصص في تخصصه هذا هو الإتقان أن تكون قادرا على فعل شيء متقن يعني دقيق لا يعلم الله من اختصاص ويكون ذلك فيه إخلاص لله تعالى مطلوبين بحاجتين الدقة والإخلاص الإحسان والإخلاص العمل التغييري يا أخواني في الأمة لا تتصوروا لأننا نصاب بخيمة عمل نحن كنا ننتظروا الثورة جاءت الثورة آه التصنى والإسلام حكم وبلاد كبيرة كما مصر جاءت تحت حكم المسلمين والإسلاميين بعد عامل راحة القضية قلمة تغييرت لنوب تخزوا الشارع تجرب وجون للصفر ناس مفجوعة موسحجة إيش فيه؟ خسرنا كل شيء لا يا عمو لم نخسر طبيعة الأشياء أن التغيير يتم بهذا الشكل طبيعة الأشياء أنك إذا أردت أن تسقط جداراً وجدار قائم وضربته بمطرقة غنيظة أن جزءاً من الجدار يسقط على رأسك فيشج وجهك ضرورة لا بد منه فالعملية اليوم تدعى التغيير الذي نريده مش عملية سطحية الشعوب هذه أخواني تحتاج إلى تربية جديدة تحتاج إلى ثقة بالله شعوب هذه تصفقوا للشيء ونقيضة تصفقوا للأول استمتوا القضية راح والخصم هو حاجة بالنتيجة لو القانوان جيبك مرسي قانوان جيبنا طريق وعيش وسيارة وابني يدرج وبنتي تتزوج ونبني داع فقالوا الطيبة مداولة استمتقوا قال عام أكثر من لازم رأوا للثاني قالوا انت خير الآن زعلاني على الثاني أكثر من زعل والأول وقالوا هاي يعطينا لول لم يأخذوا للأول ولا الثاني لأن الشعوب التي تعطي عقلها لأول من يقدو إليها تعطيه عقلها وتعطيه ودها وهي لا تليز ولا تدري ولا تعرف مسؤوليتها لا تستطيع أن تبني قالوا كان فيه واحد واحد كان عنده شاحنة لوري تسألوه لوري لوري هذا شاحن فكان واقف وصعد فوق الكابين لوري فوق الغرفة تنقوا غرفة القيادة صعد فوقها ينظر فإذا بكوا ناس خرجوا من مصلع عمال كانوا يعملون في المصلع فأشهر عليهم فجاءوا يجرون وركبوا كلهم في اللوري ركبوا من الخلف فبقيام مرعيم قال يا أخواني أنا ما ناديدكم لتركبون أنا ناديدكم لتدفعون الشعوب الآن كلها لا تدفع يا ركابة كل وعجة يركب من يدفع القطار من يدفع النوري ما بيش روح عندها يا ربك فقاتل أنت زي النور يا أخي أنا فرد إيش نساول اليوم الأمة تحتاج إلى أن تدرك بأن الوقت هو الذي يساعدها أن تفهم ما هو المطلوب منها إذا لم تقدم لا تستطيع أن تطلوب ولا يصح أن يأتي مزارع إلى أرض يقف أمامها وقلها أنبيت القمح إذا أنبيت القمح سأعطيك زادك من الأموليتر بعد أن تدرك وكلام يبدأ تقلبها وتطعمها وتعطيها وتسقيها وبعد ذلك تنتظر أن تعطيك استيجا ولذلك نحن مطالبون أن ندرك بأن أمتنا تحتاج إلى تكوين عقلي جديد يساعد على أن نطلب من الناس أن يفعلوا شيئا لصالح أمتهم والذي أختم عليه أن عز المجد سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم ما طلب من الناس شيئا وأنما قدم هذا النبي هذا النبي الكريم عاش في ظل رسالة 23 سنة تتصورون أنه تمتع بالحياة كما يتمتع الناس ينامون ولا ينام يعطش ويجوع وهم يطعمون تتورب أقدامه في الصلاة يطرق أبوابه بيتا بيتا يدعوه يسخرون منه يسبونه يشتمونه يضايقونه قاطعوه في طعامه وشرابه ومنعوا أن يتعاملوا معه عامين وأربعة أشهر في شعب أبي طالب والنبي معزون وأهله عن أن يتعاملوا معه مقاطعة اقتصادية حتى جاءوا وحتى أصبح البعض منهم يروحوا إلى الزبالة ليجمع الزبالة ويأكلها هو وأبناء قال عدو رحت للخلاة فأحس أن تحته ويقل الخلاة شيئا فيه صوت فلمسه فإذا بجلدي جمل نتن متعفن موجود في تلك المسبلة وهو يتغوط عليه فأخذوا وصب عليه ما وخذوا إلى أهلي فرحا وقال لزوجه اللي بأيه في القدر وأطعيميه الأبناء إيه ساموه هذا الطعام إيه ساموناه مالذي ساموناه كبا رز إيه شواء جلد جمل متن متعفن أخذه من تحت البراز وتحت آثار ما يتخل به الإنسان يضعه في القدر ليأكله وأبناءه ويهيمه بأنه يطلق له الطعام هذه حياته النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أدعبوه أضعفوه أخرجوه قتلوا بناته نزلت أسقطوها من جمل زينب فبقيت عاما تشتكي وماتت من أفار سقوطها من الجمل قاوموه في زوجه وأبناء تحدثوا فيه الرجل هدى النبي المصد عندما تقل للمدينة أصبح له السلطان وأصبح له المال أمران الناس هم المداني هدى في جان الناس هدهم حب المال وحب السلطان عرض المال على هذا النبي فقال نحن معاشر الأنبياء لا نقبل الصدقة وقال معاشر الأنبياء لا نورث الذي يقول أنه سيرث مالا مني فليلس القضية لا يهمني المال ولذلك لم يوزع على أبنائه بعد وفاته وبعد وعلى زوجاته مال بعد الوفاة قالوا لهم النبي ليس لهم الكل ما يملكه أصبح لبيت مال المشربين ولم يشجعه السلطان على أن يتكبر على الناس بقي إنسان لم يظلم أحد وكان يخشى أن يظلم ولما مس الصحابية في غزوة بدن ووخارج ببطه عن الصف وأراد أن يسمي الصف فوضع عود سواك كان يتسوق به وضع على بطه وقال تأخر يا فلان قال قد آلمتني يا رسول الله قال ماذا تريد قال أريد القود منك ما فعلته بي أفعله بك نظروا لنصور الجيش يأتي الجنرال فواحد من العزقر يقوله اتعخل يقوله ظلمتني إيش يساوله في الجيش على مكانه يقتن هذا عصيان عصيان في ساعة المعركة يقتن فورا هذا قانون دول فإذا بالرسول قلوا اتفضل افعل بي كما فعلت بك قال انفع لدائك حتى أمس مطنك كما بس يستمطني والصحابة ينظرون فرافع لداء قال اتفضل هذا السواء تظل افعل بي تتصورون أن واحد في العالم اليوم يفعلوها أي ديمقراطية يتفعل قلوا فيه فيه فالرجل لما رأى مطنع النبي نزل على مطنع النبي تقبيلا قال ماذا تريد يا فر قال يا رسول الله لقد أحسست أنه آخر عاتي بالحياة فعرضت أن لا أفارق الحياة إلا وآخر ما أفعله أن يلامس جلدي جلدك حتى أكون متبركا بذلك عند نقوف بين يدي الله وانطبق فمات في المحرك وشاهد أن هذا النبي أراد أن يكون سيدا لكن سيدا عادلا لم يطغه المال ولم يطغه السلطان وبقي على ذلك والمال يتجمع في بيتك في الحرب رجع إلى عائشة فأشعرته قالت إن ابنتك فاطم جاءت تسأل عنك مرارا وهو هذا وبيت فاطمة وبيت عائشة قريب من بعض ممكن أن يرى مع أحدهم الثاني من الكوع التي في البيت فقال انتظريني سأذهب إلى فاطمة طرق عليها الباب فوجد فاطمة وزوجها عليم في الفراش وهما متلحفان بفراش استحيان إلى رسول صلى الله عليه وسلم فرفع هو من جهة رجليهما رفع الرداء وأدخل رجليه حتى أوصل كفي رجليه إلى إبطها وإبطه خل ليغنسهما قال ماذاك يا فاطمة بنت النبي تخاطب النبي بنت رئيس الدول قالت يا أبدي لقد علمت أني ضعيفة لا أقدر على الرحاء ولا أقدر على الماء من البئر لأنها غير قادر ليست لأعضلات فأرجو أن تساعدني بمال حتى أجدني يا خادي من تساعدني في ذلك أن أحتاجه فقال يا أبني ليس لدي مال فنظرت إلى وجهه ثم قالت وهذا المال المجنوع في محرام المسجد كان مال المكوم جاء في إحدى الغزوات يدبك وصل ويتتكلم لعنى عرأة المال عرأة أن تكذب النبي عند وصول المال قال يا أبني هذا ليس لي وإنما هو لأهل الصفة كي رئيس الدول قال بنت قال لا سأعطيه لأهل الصفة فنظرت ثم بكت قال يا أبني أكثري من قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتركها بدون خادم ولم يعطيها مالا والمال بين يديه ونادى بعد قليلا صحبه ليوزع على أهل الصفة هذا النبي الذي قهر السلطة وقهر المال عاش لأجل قضية وما دعا القرية وقبل أن ينجز نداهم آهل تعال قال أنت ستنتصر تصفت في حلين ستنتصر في المعركة النهارية التي تسمى فتح مكة إذا جاء رسول الله والفتح ورقيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره تذكر أن ما تملك هو بفضل الله ليس بفضل ولذلك استغفر ربك من أن تشاركه في ادعاء الإنجاز فالإنجاز بيده سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال له الله تعالى إن الناجحين والمنصورين يطاطئون رؤوسهم عند النجاح لأنهم ينسبون النجاح إلى الله لا يقول أنا فعل وأنا قل وأنا وجه وإنما هو الله وفعلا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مرحبا من رفيق الأعلى ثم يستيقظ في زكارات الموت فيقول يا رب لا أسألك عن فاطمة ولا عن الحسن ولا عن الحسين أسرتها وكل واحد منها يتذكر عبناه خاصة الشداء ولكن أسألك عن أمتي يا رب أمتي أمتي سأل عنكم مات من أجلكم يحمل قضيتكم يحمل همكم يشعر بكم يشبكم مات ويذكركم لأنه يعلم أنهم أنتم سترفعون مقامه وأنتم ستعلون رايته وأنتم ستجعلون دينه ينتصر وستجعلون الحق الذي جاء به نبراسا واضحا للعالمين إذن يا أبنائي أنتم في دار في هذه الديار قالوا على أن تعيدوا ذكرى محمد المينساس أولا بالسلوك الفردي والخلق الحسن وهي قضية أساسية لن نتخلى عنها لكن بقضية ثانية هي بوحدة المسير ووحدة المصير والشعور بأننا نبني جميعا بيتا واحدا في هذه المداد وأن بيتنا لن نقيمه غيرنا سنقيمه نحن بجهدنا بعرقنا نحن نمثل في مساجدنا نمثل في مؤسساتنا نمثل في تجمعاتنا أموالنا لأننا لا نطمع بأن الدولة تنفق علينا لذلك ولا نكل ولا نمل ندفع لأننا نشعر بأننا نبني مستقبل أبنائنا في هذا الملد ونريد أن نحفظهم نحفظهم في دينهم لكن نحفظهم في مقامهم اجتماعي حتى يكونوا أصحاب قرار أرجو أن أكون قد أجبت على بعض تساؤلاتكم التي لم أسمحها بعد واعتبروا أن هذه الجلسة هي جلسة رمبانية دينية وليست سياسية أنا لم آتي لأدوى لحزب محدد أو لمجموعة سياسية محددة ولا أسمح بأن يكون ذلك عملنا في مساجدنا بل جئت لأتشعر مع إخوتي لقضية الإسلام والإيمان في هذا الملد ومصير المجموعة أعتز بالانتساب إليها وهي مجموعة لهذا الشباب المؤمن الذي يبعث وجوده في نفسي الأمل بأن القضية لم تضع بأيدينا ما دام في مجموعتنا شباب وما دام فينا من يفهم الحياة أكثر مننا ومن هو منتسم إلينا ما اعتز بذلك فنحن على الطريق القوي إلى محالة منصورون بإذن الله منصورون بالجهد الذي نبذله منصورون بالتفكير والتقدير والتقرير والتخطيط لأن الإيمان بالله يقتضي من التخطيط والتقرير ويقتضي من المرورة من مرحلة إلى مرحلة أحييكم أشكر صبركم وأرجو لله تعالى أن أراكم في ساعة تكون فيها الهمة أحسن حالا وأقرب إلى المآل الطيب وأن ننجز ما لم يستطع آباء الأنجازة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة